اهلا بكم يا ترى الشهر ونص اللي فاتوا دور حصل فيهم ايه بالنسبة للمفاوضات اللي خاصة بخطة التحفيز الاقتصادي وكمان شكات التحفيز شهر ونص دي مدة طويلة جدا يعني انا في الفيديو ده هلخصكوا كل اللي حصل في الشهر ونص اللي فاتوا عشان تعرفوا احنا واقفين فين والشكات حتوصل للناس امتى الفيديو ده في كل التفاصيل معكم عن يا سلطان ودي حكاية من الولايات طبعا يا جماعة شهر ونص فترة طويل لان انا توقعت في يعني اعمل فيديوهات واكيد حصل فيها احداث كتير جدا يعني ده ربنا خلق الدنيا في فت ايام فتخيلوا بقى شهر ونص هيكون حصل فيهم ايه اكيد حاجات رهيبة حصلت الحياة محصلش حاجة يعني عادي خالص خالص انا قعدت شهر ونص طبعا كنت تعبانة مش بقدر اقرأ الاخبار لما جيت بقى راجع الاخبار وقرأ بقى واخدى بقى من الشهر ونص اشوف كل يوم بقى حصل ايه لقيت فيش اي حاجة حصلت خالص احنا هنا في امريكا لا نتحرك احنا نتكلم بس ونطلع بقى ايه تصريحات صحفية والصحفة تنقل عننا وميكروفونات بقى نتكلم قدامها لكن الحقيقة مفيش حاجة حصل انا بقى حديكم ملخص الاسبوع اللي حصل اللي فات ده اللي حصل في الاسبوع ده هو نموذج للي حصل الشهر ونص اللي فاته وحيكمل شكله حيكمل لقدام فانت تاخد الملخص ده وتشده كده تموته على الاخر حيتعرف بالضبط اللي حصل الشهر ونص اللي فاته في المفاوضات طبعا زي ما انتوا عارفين مين قعد على ترابسة المفاوضات لغاية دلوقتي من الحزب الديمقراطي نانسي بولوسي وتشاك شومر ومن الحزب الريبوبليكنز وطبعا هم من البيت اللبيض يعني عندنا مارك ميدوز وستيفن مانوشل فالاربعة دول هم اللي بيتفاوضوا فالويك اند اللي فات ده انفيكوا اند اللي فات ده على طول ما رحوش الويك اند يعني قعدوا يشتغلوا علشان يطلعوا لنا الاتفاقية بقى يعملوا اتفاقية فاشتغلوا شوه يعني لحد فيهم راح بول ولا راحوا على البيتش ولا عملوا هايكينج ولا بايكينج ولا اي حاجة الناس ثابت الويك اند وقعدت على شي يطلعو لنا ديل وطلعوا بقى بتفرحات جميلة جدا قالوا لنا بقى ان احنا متفاقلين جدا خطوتين بس فضلت حتى قد كده وحنوصل نعمل الايه الديل ومعاملوش حاجة لغاية النهاردة فيش اي حاجة والحمد لله احنا بس يعني يعني احنا هم بركة يعني هم الناس دي البركة بتاعتنا يعني في حاجة تانية برضو حصلت في الويك اند اللي فات راجل لطيف جدا فاكرين ميتش مقانل يا جماعة الراجل الكبارة الطيب ده الراجل ده هو زعيم حزب الاغلبية في السنت هاوس مجلس الشيوخ يعني ده الراجل اللي بيمثل الحزب الحاكم الربوبليكانز فالرجل ده طلع وقال ان السنت هاوس مجلس الشيوخ هياخد اجازة لمدة اسبوعين تاني انتو مش لسه كنتوا في اجازة يا جماعة ده انتو بتخلصوا اجازة بتدخلوا في اجازة يعني انتو بتشتغلوا امتى فليه بقى اصلي فيه ثلاثة من السنت جالهم الفيروس كورونا فيروس فقعد المجلس كله هما المجلس كله فيه مية شخص فيه ثلاثة منهم جالهم ايه الفيروس يعني هما ثلاثة في المية فرح ما قعد المجلس كله في البيت لمدة اسبوعين عشان طبعا تخافوا على صحة السنت طب يا جماعة والمدارس المدرسين والطلباء اللي بيطلع عندهم فيروس بتقفلوا المدارس بتقعدوا الناس في بيوتهم طب المستشفيات والدكاترة بتقعدوا الدكاترة وتقفلوا المستشفيات المحلات والبوليس اوفيسرز ما كذا مرة نعرف ان فيه بوليس اوفيسر جالوا الفيروس بتقفلوا اللي ستيشن كلها ولا بتعملوا ايه فقراضه ده لطيف قوي والله هظيم انا يعني متش مكانر ده من النافل مش عارفة يعني الواحد يتمنى ان يبقى المدير بتاعه في الشغل زي الراجل ده دخلوا في اجازة وراء اجازة وراء اجازة ومرتبك ماشي يعني الناس دي الملايين اللي بيعملوها كل شهر شغالة هم مش بيعودوا في بيوتهم والمرتب ينقطع ولا يقل لا قدر الله لا 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 هم بيشتغلوا وبياخدوا فلوسهم انا اسفة بيأجزوا وبياخدوا فلوسهم يعني فالواحد يعني نرعي كده كلنا يبقى عندنا متش مكانر اللي هو المدير بتاعنا في اي شغلانة نروحها وبعدين الى الراجل ده ما بيتفاوض يعني هو لا قاعد على كرسي المفاوضات ولا بيعمل اي دور سياسي هو بس بيدي اجازة للناس وكده يعني فالواحد بيفتغرب والله الناس دي وصلت للمناصب العالية دي ازاي يعني احنا لما بنروح نقدم لشغل بيهرونا بقى لازم السيفي بتاعتك تبقى انا شهدات وخبرات ومش عارف ايه وتجيب ريفيرز وتجيب شهدات وبعدين تلاقي الناس اللي قاعدين يعني على المناصب العالية دي يعني هب خالص كده فالناس كده ايه في عالم داني فتقول الناس دي يا جماعة طب انتو بتوصلوا للمناصب دي ازاي طب ما تقولولنا كده عشان يعني انتو شدونا معاكو شوية مش كده نرجع تاني الاحداث الاسبوع فاحنا زي ما قلنا ان ايه الويك اند اشتغلوا نانسي بولوسي والناس بتوع البيت لا بيتشتغلوا جوم يوم الاتنين راحوا الريبوبليكنز قالوا ان احنا حنزود خطة التحفيز بتاعتنا نخليها ب1.6 تريليون دولار 1.6 من 10 ايه تريليون دولار انتو عارفين الديموكرات مقدمين انهم عايزين خطة التحفيز بتلاتة تريليون دولار وكان الريبوبليكنز عايزين خطة التحفيز بتريليون فقط وبقين حاولوا انهم يقللوا الجاب فالديموكرات نزلوا من 3 تريليون بقت 2 تريليون وبعد ما طلعوا شوية كده شوية غراسة كده راحوا مطلعينها بقت 2.2 تريليون 2.2 من 10 تريليون دولار الريبوبليكنز كانوا طلعوا من واحد تريليون خلوها واحد ونص ويوم الاتنين اللي فات قالوا خلوها واحد وستة من عشرة او بالزبط 1.62 تريليون دولار فقال له الجاب قوم يوم الثلاثة الظهر كده ترامب رح عمل تويتا غريبة جدا طلع بتويتا قال ان كل المفاوضات اللي خاصة بخطة تحفيز اقتصاد هتقف الى ما بعد الانتخابات ولما انا انجح هنعمل لكم بقى فلوس كتير او بتاع لدرجة ان نانسي بولوسي كان ساعتها على التليفون وجالها الخبر زي ما جالنا فراحت قالت ايه دا هو الراجل دا الفيروس اثر على مخه انتو عارفين ترامب طبعا جاله كورونا فيروس جاله كوفيد 19 فقالت ايه دا هو الراجل دا الفيروس اثر على مخه ولا الادوية خلته مش فاهم بيقول ايه هي فعلا قالت كده دا التصريح الرسمي pourrait يعني الدنيا كلها قمت ما قاعدتش على ترامب يعني انت فيه ناس قالت له انت ماسك الخطة تحفيز اقتصاد راهينا مش حتطلعها إلا لما تنجح في الانتخابات يعني أنت بتلوي دراعي الناس وتقوله منتخبوني عشان تديكوا فلوس فدي من ناحية ناس تانية قالت لا لا يا جماعة دي بس يعني إيه استراتيجية كده في التفاوض عارفين أنت لما تروح تروح لبيع عايز تشتري منه حاجة وتتفاوض أنت وهو وبقى لما يضغط عليك شوية فتقوله إيه طب والله يا مناشياري مش عايز تروح مديله دهرك وماشي بقولك بس تعالى بس يا فنم استنى يا أنا استنى تعالى أنا تفاهم فهو ترامط يبيعمل الكلام طبعا كل بيعين البطاطا فاهمين الاستراتيجية دي كويس قوي يعني في التفاوض فناس بتقوله هو كان بيعمل اللعبة دي والناس تانية بتقول ماسك الانتخابات الرهينية المهم من الدنيا قامت عليه فجيه يوم الثلاث بقى بالليل يعني بعدها بساعتين ثلاثة كده قال لهم لا 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 المفاوضات تستمر ولكن أنا يعني كنت عايز أعمل خط التحفيز ثوري بمشروع قانون صغير كده خاص بالإيرلاينر بشركات الطيران ومشروع قانون خاص بالبي بي بي أو الشركات الصغيرة وهنديهم قرد قابل للغفران خلاص الريبوبليكنز بقى لهم شهرين ثلاثة عاملين يقولوا عايزين نطلع خطط مشاريع قانون صغيرة كده نمشي الحال والديمقراط نانسي بولوسي بتقول لا يا خطة كاملة شاملة كل على بعضه يا لا يوم الأربع الصبح نانسي بولوسي قالت أن المفاوضات مستمرة عادي وأنها بتشتغل على مشروع قانون صغير خاص بشركات الطيران وراحت فعلا معاملها مشروع قانون وراحت مقدما لسانت هاوس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ رفضوا قال لها أن الكلام مبهم يعني مش مفهوم قوي ولازم يعني يتعدل الكلام الصيغة لازم يتصغ كويس يعني ورجعوا لها مشروع القانون طبعا هي قالت كده والناس كلها هاجت عليها يعني أنت مطلعة عنينة ومنشفة رقنا بقلنا شهرين تلاتة مش عايزة مشاريع قانون صغيرة والنهاردة فجأة وافقتي على مشروع قانون صغير خاص بشركات الطيران هي قصة شركات الطيران إيه؟ شركات الطيران يا جماعة في الكيرز أكت الأولانية كانوا خدوا بلايين من الدولة حزمة بلايين كده ثبت مانيان بلايين ادوها شركات الطيران مقابل إن شركات الطيران ما ترفدش الموظفين بتوحها لا تعمل ليوف ولا فورلوز ليوف يعني ترفد يعني يتمشي الموظفين وفورلوز يعني افتغناء مؤقت إن الموظف يطلع من الشركة لكنه مرفوض ولكنه بيفضل اسمه موجود على قوة الشركة فبيروح يقعد في بيته وفعلا بياخد إعانة بطارة وكل حاجة لغاية ما الشركات تفتح تاني وبتدي ترجع الموظفين دولتاني طبعا مش بترجحهم كلهم دفعة واحدة بترجع خمسة عشرة مية يعني كل ما الشركة تفتح كده يترجع حبة يعني فالمفروض إن الاتفاقية إنهم حياخدوا البلايين دي ومش حيرجعوا ومش حيرفدوا الموظفين ولا يعملوهم فورلوز غاية 30 سبتمبر واحد أكتوبر بدأوا يمشوا الناس عملوا فورلوز استغناءات مؤقتة لعشرات الآلاف من الموظفين فطبعا ده بيعمل ضغط على الدولة لإن الناس دي كلها هتقعد في بيوتها هتقدم على إعانة بطالة هتقدم على يعني هتاخدوا إيه معاونات من الدولة فالدولة قالت لهم استنوا بس شركات التيران استنوا يا جماعة ما تمشوش الناس استنوا علينا كده وحنا حنساعدكم قال لهم لا والله إحنا هنكمل لإنحنا نمشي الناس وقعدوا يعملوا الفورلوز دي وقالوا لهم إن على شهر الشهر الجاي على طول هو شهر نوفمبر كده حنبتدي حملة اللي أفسب اللي هي الايه الفايرينج إن أنا أستغنى على الموظفين بالكلية فرحة نانسي بروسي عاملة بقى لإيه البلدي وقالت إن موظفين شركات التيران دول يعني دول خاصين يعني حاجة مهمة جدا ده خاص بالأمن القومي بتاع أمريكا طب اللي حصل إيه الناس كلها هاجت على نانسي بروسي قالوا لها يعني أنت حضرتك شايفة موظفين الطيران مهمين والموظفين التانية اللي قاعدوا في بيوتهم دول مش مهمين طب ما موظفين السياحة القوتلات المطاعم شركات كتيرة قفلت الناس كتير قاعدت في بيوتها كل الناس دي مش مهمة والموظفين بتوع شركات الطيران يا جماعة شركات الطيران دي ناس دول حيتان بتوع السوق معهم بلايين البلايين وبيتبرعوا ببلايين الدولارات للحملات الانتخابية بتاعة المرشحين فطبعاً الديموقراط عايزين يرضوهم فلما ناسي بولوسي بقى قدمت مشروع القانون ده الصغير اللي خاص بالإيرلاين والدنيا هاجت عليها جيت رامب تاني يوم قال لها لا والله يوم الخميس قال لها كلام قال لها لا لا أنا عايز بقى خطة كاملة شاملة بيوت كده فيها كل حاجة بص يعني انت هتقولي كده طبعاً هي اتكسفت بقى والناس كسفوها راحت ايه لما وغدا البيل بتاعة اللي كانت عملتها دي واترفضت وراحت مقطعها ولما وحطاها في شنطتها يعني مش هتعمل بيل خاصة بشركات التيران هي عايزة بيل عامة زي ما ترامب ايه قال احراجها الحقيقة والناس كلها احراجت فده اللي حصل يوم الخميس يوم الجمعة بقى طلعت طلعوا الريبوبليكينز وقالوا يا جماعة احنا هنزود الفلوس مش احنا كنا قلنا ان الخطة اللي بنقدمها بوان بوينت سيكس لأ حنخليها وان بوينت ايت فالريبوبليكينز دلوقتي دي مقدمين خطة المشروع بتاعتهم باثنين واثنين من عشرة تريليون الريبوبليكينز دلوقتي مقدمين واحد وتمانية من عشرة تريليون يعني الفرق فاصل اربعة من عشرة طبعا الناس بتقول لا 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 المرات يا جماعة هصولوا اتفاقي ليه بقى لان الضغطة للشعب يعديهم كبير الصحافة الانتخابات اللي جاية وطبعا الفيدرال ريزيرف او الاحتياط الفيدرالي بيقل بشكل رهيب خبراء الاقتصاد بيقولوا ان الاقتصاد كده بيتأثر بشكل نيجيتف والستاك ماركت او البورس عمالة اللي ومتأثرها نيجيتف من يوم الثلاث لما ترامب قال حيوقف المفاوضات فالدنيا وقفة يعني ومتشعللة ولازم لازم انهم يوصلوا لاتفاقية الكلام ده احنا اسمعناه الحقيقة من شهر يوليا اللي فان نفس الظروف دي ونفس البراشر ونفس الضغوطات ولا حد بيعني لا حياتي لما انت ونادي الحل ايه الحل في ايدك انت في الانتخابات اللي جاية دي لازم تنتخدم لازم تقول انت عايز تنتخب مين والناس اللي هتنتخبها هتنتخبها ليه ماينفعش تاخد دور سلبي ماينفعش تسكت وما تكلمش لان ماينفعش الناس دي تفضل موجودة على الصحة خلاص احنا شفناهم الناس دي مش مهتمة بنا الناس دي مهتمة بنفسها وبالاصوات بتاعتك هم ما هياخدوا بس الصوت بتاعك وهيعذبوك اللي 4 سنين الجايين ده مش هيحصل ده مش هيحصل تاني لان انت دلوقتي بقيت اكثر وعيا ودي فترة انتخابات والفيديوهات اللي جاية واحد وراء الثاني حنفهم ايه اللي بيحصل والانتخابات دي فيها ايه وانتخب مين وما انتخبش مين علشان خاطر نوصل للناس اللي تعرف فعلا تفيدنا وتخدمنا الناس دي موجودة لخدمتك ودي وظيفتها بياخدوا المرتبات دي عشان خدمة الشعب مش عشان يعذبوا الشعب بالشكل ده خليكم معايا الفيديوهات الجاية هتفيدنا كتير في الفترة اللي احنا فيها كان معايا سلطان ودي حكاية من الولايات